السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنضع وصفة علاج تشويه الجمال الناس الذين لديهم تشويه الجمال أو لديهم مشاكل في الوجه أو لديهم بطور بسبب السحر السحر لا تبراش لك هذا البطور هذا البطور لا تبراش أو لديك بقاع سوداء تيبانوا تيظهروا لك في أول شهر العربي أو تيبانوا لك في وسط شهر العربي نهار 14 15 أو نهار 13 14 15 تيبانوا لك الوجه ديالك كله بقاع سوداء تيكون عندك تراكمات ديال البطور في الوجه ديالك تيكون عندك وجهك غير مقبول دائما كما درتي درتي ماكياج أي درتي قبول ولكن الوجه ديالك فيه نفور بسبب السحر وهذا السحر ديرلك ديرلك مشاكل ديال البطور في الوجه ديالك إذن سحر المقابر هو اللي تيقادي بهالطريقة سحر الصور الناس اللي تيسحروا بالصور تيكتبوا عليهم طلاصم أو يديروهم يوضعوهم في مقابر أو يديروهم في مكان ناجس تيديرو الخيوبة اللي بناس باش أنهم احتحد ما يشوفهم أو تحد ما يرد لهم البال ودائما تيكون عندهم واحد السطار تيكون نازل عليهم واحد السطار ديما عندهم حجاب وعندهم مشاكل مع الناس ديما هذك العارض موقف لهم حالهم دائما عندهم توقيف الحال إذن غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نعالجوا بطاقة ربانية مع عشوب ربانيين لتنحطوا في الرقية ورائعين في علاج التوابع إذن صليوا على سيد الخلق وخليوا هنا في التعليقات باش إن شاء الله نحاولوا نضيف لكم فيديوهات رائعين لأنكم استحقوا هذا الشيء إذن عندنا أوراق السيدر مطحونين أوراق السيدر مطحونين مع العرعار هذا نصو عرعار ونصو أوراق السيدر أوراق السيدر هما هادو العرعار معروف العرعار العرعار يا العرعار يلي ما تخلي عار العرعار اللي تبطل أي حاجة عندك سبحان الله كين الناس اللي عندهم العرعار في البيت ديالهم ولكن ما عارفينوش أنه تبطل ياخدوا غير من الشجر اللي تيكون تيكون جنب الحضائق أو تيكون عندكم في الحضيقة خودوه ولا يكون خضر أو يكون يابس وحاولوا أنكم تقرؤوا عليه آية الإبطال وديروه في المجمر أمام العتبة وحاولوا أنكم تبطلوا به لأنه إلا كان سحر كان عين كان تابعة إلا كان عين تقرؤوا صورة الفلق وصورة الناس وتحاولوا أنكم تبخروا به إلا بغيتوا أنكم تبخوا جيدا بدون قراءة وتشغلوا صورة البقرة وتحاولوا ترشوا به البيت بالكامل مع قليل من الملح كين الأسباب اللي غندروهم وربي غدي عنا على كل الأمور إذن صليوا على سيد الخلق وخليوا لنا التعليقات لابد تخليونا إشارات زوينين بحالكم إذن غادي ناخد العرعار وغادي ناخد أوراق الصدر مطحونين غادي نمشي عند العطار ونقول له تحنهم لي جيدا غادي نجيبهم ونغرب لهم بالغربال وغادي ناخد معهم العكر الفاسي العكر الفاسي وهذا كين اللي تكون حنقوله هاد العكر الفاسي المطلية وكين اللي تكون تكون حلكة حلكة عكر الفاسي غادي ناخد شيء قليل غادي ناخد شيء قليل منه حلكة لأنك غادي تديري على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ثلاث مرات غادي نضيف لي ماء الورد ماء الورد نخليه احتير طعب نخليه احتير طعب حلكة نخليه احتير طعب حلكة وهذا إذا كنت بغيت ندير هاد المطلية هادي بتلات دراهم هادي بعشر دراهم هادي تدير لك ثلاث مرات وغادي نعمرها نعمرها بحلكة ونخليها نخليها حتى أنها تلقى هذه المادة ديال عكر الفاسي انتما هوا نفس الطريقة ندير هاكا ونخلي بحلكة وندير لها بحلكة ونوضعها هنا لأننا رادي ناخد ناخد على حسب الوجه ديالي الوجه ديالي ناخد معلقة صغيرة ديال العرعار ومعلقة صغيرة ديال أوراق ديال المهم نحاول أنني نغرب لهم جيدا على حسب أن بغيت بغيت نديرو الوجه ديالي إذن العكر الفاسي هذا بعشر دراهم وهذا بتلات دراهم عدنا قنينة ماء الورد اللي غادي نقرأ فيها اسم يانور اسم يانور مئة مرة واسم يابديع مئة مرة غادي نقرأ عليها باش نقول إن شاء الله من نبغي نخلط الماسك ديالي نخلط شي شوية ونديرو الوجه ديالي ومن بعد من نغسل وجه عادي نغسل عادي ومن بعد نرش وقت الخروج وقت الماكياج ووقت اللي نبغي أنني نخرج إلى الخارج نقدر الرش الملابس ديالي كاملين بعد من خرج من البيت لأن العارض اللي عندك تدير لك الخيوب في الوجه ديالك وناخد شيء قليل بحلقة ناخد شيء قليل وناخد شوية معلقة صغيرة ديال العرعار ومعلقة ديال أوراق السيدر ونخلطهم حلقة نخلطهم جيدا ونوضعهم على الوجه ديالي نوضعهم على الوجه ديالي نحاول نضيف الماء الورد من جديد ونعطيكم الماسك الرائع اللي غادي إن شاء الله يحيد لك البطور يحيد لك خيوب يحيد لك السحر إذا الوقت اللي غادي تدير الوجه بعد ما حطي عليه الماء الورد اللي قريتي عليه البديع اسم يابديع اسم النور باش ينور وجهك واسم البديع يبدأ لك في الوجه ديالك أما الوقت اللي غادي تحطي الماسك على الوجه ديالك غادي تقرأ هاد الآية الإبطال السحر السحر اللي غادي إن شاء الله تبطليه على وانتي دير هاد الماسك الوجه ديالك هاد الماسك هتحطيه على الوجه ديالك وانتي تقرأ هاد الآية هاد الآية نقرأها عدد مفتوح عدد مفتوح الوقت اللي نحطها بحلكة حطوه على الماسك على الوجه ديالي قد نحاول نقرأ هذه الآية أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عامل المفسدين المفسدين اللهم بطل عني جميع التوابع بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار اللهم بحق هذه الآية الشريفة أن تبطلوا عني جميع التوابع وغادي نحط هذا الماسك إلا شاطلية شيء قليل غادي نوضعه في علبة محكمة الغلق وغادي نوضعها في مكان يكون في الغرفة ديالي ونحاول أنني نخلي حسين نشوف على الوجه ديالي نخلي حسين نشوف على الوجه ديالي وغادي نغسله عادي غادي نغسله ومن بعد نقدر نغسل وجهي في إناء واللوح هذا الماء في مكان عاشب من الأحسن خويه في مكان عاشب باش أنه يعطيكم طاقة إيجابية وفي نفس الوقت نذكورين فيه أسماء الله الحسنة اسم يا بديع واسم يا نور من أقوى الأسماء إذاً غادي ناخد هذا الماسك غادي نحاول نمسحه وغادي نضيف له غادي نضيف الوقت لنمسح بحلقة هوا شوفوا أنتم الملمس ديال الجلد تيتغير سبحان الله العظيم وغادي ناخد ماء الورد والرش ونسا نقول يا نور يا نور يا بديع يا بديع يا بديع ونخلي هذك الماء شيء قليل نقدر ننصحه وعادة ندير الماكياج ديالي وهذا الماء الورد نخليه مع الماكياج ديالي لأنه فيه قبول وطرد السحر من الوجه وطرد الموانع عندي موانع ما تنبانش الخطاب أو البنت اللي تيجوها خطاب وتيرجعوا على أسس أنها ما تتبانش أو تبان بصورة بشعة تتبان بصورة غير لائقة إذاً العارض جالس لك جالس لك في الوجه ديالك تعطيك إشارات ديال خيوبة غادي تاخد البنت اللي عند هذ المشاكل تاخد قليل منها السنوج وغادي توضعه قبل ما تدير هذ الوصفة تحاول أنه تاخد الماء ساخن وتاخد قليل من السنوج ثلاث معالق دي السنوج وغادي بحول الله وقوتي نضع هذك السنوج في ماء مغلي ونوضعه على نار مهيلة وندير واحد ندير واحد الفوطة على الوجه ديالي ونجعل Nick replied ياتلع مع الوجه ديالي بيجا تحلو لي العورد ونفس المسامات بيجا hace البشرة وفي النفس الاعتصال وفي النفس الوق Streep إذا كانوا عندي عوارد لذلك مثل الدنيا في التبخري جدا من العوارد الحانه سوف تبخري الجدا لك من العوارد والتي تقرأ أي شي من الفوطة الكريم والذلك البخور الأطباء تنظر ب защجن على المحاك ديالك ولدك يجب في الحكتراف يبدأ التحيير لكم من الوجه ديالك. اذا حاولوا تفعلون هذه الصيغة. قمت بصير بصير. هم من اقوى الصيغ. واحاولوا انكم تاخدوا وصفاتي بعين الاعتبار وتخليوني دعوني ودعمنا. وتفعلوا الجرس. وتابونه حول الله. اذا الوصفات مخهمين لما فهم شي حاجة يحط لي تعليقات والناس يطلبوني اعلى الوصفات. ان شاء الله. ها الناس ليحطوا لي تعليقات. هدين حطوهم وصفات ديالهم باذن الله. اذا لا يبقى شيء قليل سوف نضعه في علبة او انني نخلي في العلبة وندير شي سلوفان ونخليه الجانب في المطبخ او في الغرفة ديالي كل صباح او مساء نوضعه على الوجه ديالي وغادي تشوفوا الوجه ديالكم كي باش غادي يحيد منه النحوسات والطاقة السلبية ويدخلوا لكم افراح ويجيبوا خطاب ويكون عندك قبول باذن الله اذا احبابي هذا الوصف يقدر يدير الراجل تقدر تديرها المرأة عادي جدا والمرأة اللي ما تتبانش للزوج ديالها تكون عندها الخيوبة بينها وبين الزوج ديالها تديرها دائما وان شاء الله غادي يكون محبة ومودة بينها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته